كل سر مكتوم يا حي يا قيوم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله كاملين مع حضراتكم بس عايزة تأكد ان احنا لات لايف ولا لا الحمد لله احنا لايف الحمد لله رب العالمين معلشان انا بصور نفسي بنفسي في مكتبي فعايزة تأكد ان احنا مع بعض قرأت لحضراتكم النهاردة في خاطرة الفجر في احد كتب اسباب النزول العلماء جمعوا من كتب احاديث النبي عليه الصلاة والسلام الايات القرآنية اللي كان معاها احاديث اللي كان معاها مواقف وفيه كذا كتاب اللي في العلماء في كتب في موضوع الاي دي نزلت في قصة ايه دي ربنا قال الموضوع ده والحقيقة احنا عندنا مئات الايات اللي في القرآن اللي موجودة عندنا نزلت فانهي موقف بالزبط وده بيساعد جدا على فهم تفسير القرآن انا بقرأ لكم النهاردة من كتاب القول المأمول في بيان اسباب النزول هو احد الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا القسم من اقسام القرآن وهو اسباب النزول ها رأيت ايه النهاردة وايه قصتها قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين سيدنا ابو ايوب الانصاري في يوم من الايام كان في حرب ضد الروم بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين في وسط الحرب كان في مجموعة من الرومان بتهجم على المسلمين فطلع واحد من شجعان المسلمين كعادة الجنود الشجعان يصد الهجوم ده بسدره لوحده عشان يحمي اصحابه فواحد قال سبحان الله يلقي بيده الى التهلكة فقال ابو ايوب ليس الامر كذلك مش الشجاع اللي بيواجه عشان يحمي اهل بيته ولا اهل وطنه ده اللي بيلقي بيده الى التهلكة ام الايه حكاية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة قال لما اظهر الله الاسلام بيحكي لهم بقصة سبب نزول الاية لما ربنا نصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكثر معاون الاسلام لما دخلت الناس في دين الله افواجا وناس كتير بقى اتساعد النبي قال الانصار بينهم وبين بعض الان نستريح ونحفظ اموالنا فلا ننفق اننا كتير بقى بننفق في سبيل الله وبنجهز الجيوش اللي تحمي المدينة وبننفق على دعوة النبي خلاص الناس كترت فكفى يا با انفق نقيم في اموالنا فنصلحها فنزل القرآن وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين قال ابو ايوب فكانت التهلكة هي ترك الانفاق في سبيل الله دا كان سبب نزول الآية ان التهلكة الحقيقية هي ترك الانفاق من الدنيا في سبيل الله احد اسباب الهلاك الحقيقية اللي الانسان بيعيشها في الدنيا هو التعلق الزائد بالاشياء والحقيقة ان احنا ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا انواع معينة من الانفاق مش علشان ربنا محتاج ان احنا نصرف على الناس ولا علشان الفقراء ملهمش رب ينفق عليهم ولا علشان الانسان لما بينفق فيه إلا في خزاين ربنا فربنا ما عندوش فبيطلب مننا لكن الحقيقة الانفاق دا زي كل العبادات الانسان بيعملها عشان خاطر نفسه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلاها الانسان لما بيعمل شيء من العبادات بالذات الفروض اللي ربنا فرضها عليه غالبا او مش غالبا هي كلها بتبقى لصالح نفسية البني ادم ربنا فرض زكاة المال حتى ينتزع من الانسان التعلق الزائد بالمال وطلب من الانسان ينفق من مقتنياته حتى ينتزع منه التعلق الزائد خد بالك من الموضوع دا احنا مش منهيين عن التعلق لان ربنا هو اللي خلق التعلق دا جوانا قال تعالى زينا للناس حب الشهوات ثم ذكر بقى متطلبات الدنيا حب الشهوات من النساء والبنينة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والانسان مش بيحب الفلوس الانسان بيحب الفلوس الكتير وتحبون المال حبا جمع والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوامة العربيات والانعام والحرث الممتلكات ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب يعني الله يفتكر ربنا فينفق من هذه الاشياء بالقدر اللي يخلي مش متعلق بيها تعلق زائد إحكاية التعلق الزائد اللي هينفق ربنا هيدينه الجنة حسن المآب يعني المكان الجميل الأجمل من الدنيا لما نقوب نرجع لربنا سبحانه وتعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق إنسان لما يتعلق بشيء زيادة عن اللذوم بيبقى الشيء ده سبب عذابه احفظ القادة دي من تعلق بشيء بطريقة زائدة عن الطبيعي كان هذا الشيء سببا في عذابه لشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا أحبب حبيبك هون ما واحدة 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 أحبب المال هون ما ليه؟ لأن الفلوس بتروح وتيك الحقيقة إن الفلوس بتروح وتيك نهاردة أنا معايا بكرة معايا كتير قوي بكرة بعد بكرة معايا أقل شوية بعد بعد مبتلى في المال وعندي ضيق شديد لو تعلقي وسر ساعدتي بقى بمقتنى مخلوق في الدنيا مش بالخالق المخلوق مكتوب عليه الفناء الحب بيزيد وينقص وساعد بيفنى تماما من الحياة الصحة بتزيد وتنقص وساعد بتافنى تماما اهتمام الناس بيا ومشورتهم علي بيزيد وينقص وساعد بيبتلى الإنسان بانقلاب الناس عليه وهو إنسان صالح فإذا تعلق الإنسان تعلق زائد بالأشياء ده بياخد من تعلقه الأصلي برب الأشياء أليس الله بكاف عبدة يعني ربنا عايزنا نتعلق التعلق الكامل الحقيقي به بحث لو الحاجة من الدنيا نقصت أو زادت مش لما تزيد أبقى فرعون بفلوسي ولما تنقص أعبد الشيء ده فأبدأ أجذب عشان أحصل على الأموال أبدأ أتصرف تصرفات لا تليق علشان أخلي الناس شكرني أبدأ أعبد أنت عارف فكر المثل المشحل وده اللي يقولك لو كان لك عند الكلب لو حاجة أقول له يا سيدي هذه مذلة مذلة وكأن الإنسان صار ذليلا في سبيل احتياجاته لا أنا لو أولي حاجة عند حد هطلبها منه بعزة النفس زي ما سيدنا النبي قال أطلبوا الدنيا بعزة النفس ولو ما خدتهاش أطلبها من ربنا الذي يسخر قلوب العباد فالإنسان إذا تعلق تعلق زائد بالأكوان بالأموال والحب الناس واحترام الناس والأشياء اللي في الدنيا اللي الإنسان مجبول عليها لو بنت تعلق التعلق زائد بولد بيكبرها أنه يعمل معها تجاوزات جسدية وإلا يهددها أنه يسيبها ويا ما تبعتتلي رسائل في الموضوع دا أو تبقى بتهزق وتشتم وهو يقول لا حقك علي يا والله ودي مش رجولة لازم يكون فيه اتزال في الاحترام بين الاتنين هذا التعلق الزائد هو التهلق طب كيف يتخلص الإنسان من هذا التعلق الزائد بالتعود على الترك أن الإنسان يستطيع أن يترك لو أنا أقدر تطلع فلوس من جيبي وأنا بطلع فلوس من جيبي بطلع من قلبي التعلق الزائد بالمال مش التعلق بالمال إحنا هنعيش ونموت وإحنا متعلقين تعلق منضبط قال صلى الله عليه وآله وسلم يهرم ابن آدم يعجز وقلبه شاب في حب اثنتين حب المال وحب البقاء فطبيعي أن البني آدم يتعلق بأنه يبقى مستقر ماديا الناس اللي حواليه بتحبه الناس بتشكر فيه لابس لبسة هدمة كويسة فيه احترام متبادل ده تعلق طبيعي بشري ربنا زرع جوانا التعلق الزائد بالأشياء دي يجعلها سبب فعذابي فلما تقل إما تصرف تصرفت صرفات لها طريق أو أذل نفسي عشان أحصل على الحاجات دي أو أموت بأهرتي عشان ما عنديش الحاجات دي تسمع زي في الأفلام شاب جاله خبر في البورصة فجأت له جلطة هذا تعلق عشان كده سيدنا النبي قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى ليه أن جالي الخبر في شيء تعلقي فيه منضبط فقلت إنا لله وإنا إليه رجعون اللهم أجوني في مصيبتي واخلفني خيرا منها أنا معاه هو ودي رحلة الحياة اللي احنا بنحاول نوصلها مع بعض عشان كده أنفق لما تلاقي نفسك متعلق بعربيتك وصل بها واحد في الشارع كده لو حسيت بالأمان يعني أقف وركبه وروح زف صاحبك زفة الفرح بتاعته في عربيتك وزوّقها له كده وأنفقها في سبيل الله اللي متعلق بلبسه زيادة عن اللزوم وبيحب الموضة قوي هات حاجة غالية كده وطلعها ليه حتى ينضبط تعلقك بالشيء فلا تحزن قوي لما يبقاش موجود ولا تفرح قوي لما يبقى موجود فيبقى هو مش ربنا الشيء ده سر فرحتك وسر تعستك ولا شيء باقي ولا شيء موجود على الدوام إلا الله سبحانه وتعالى فالتعلق دائما يكون بالباقي يبقى تركوا إمثاق الشيء والتهلكة الحقيقية عشان كده ربنا قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا لأنفسكم من وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ده كان الخاطرة اللي قرأتها في سبب نزول هذه الآية من سورة البقرة في كتاب القول المأمول في بيان أسباب النزول قرأ سريعا ما حضرتكم في الخمس دقائق المتبقية بعض الأسئلة ليه لما بقر قرآن لا أفقه كلامه ولا أفهم مقاصد الآيات مع العلم إن ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أيوة ربنا مسهل القرآن على الجميع لكن بطبيعة الحال القرآن فيه آيات تحتاج إلى متخصص تحتاج إلى عالم والعلم لما بيكون فيه عمق جزء من العلم يفهمه عوام الناس وجزء من العلم يفهمه الراسخون في العلم فأنا ربنا ميسر علي فهم القرآن إذا ذهبت إلى أهل القرآن مش بعد ما روح لأهل القرآن هيبقى برضو صعب هو من ثم لا هو سهل لكن من عمق القرآن وكرم القرآن كثير المعاني يكون سهل علي جزء منه أفهمه أنا وسهل علي إذا سلكت طلب طريق طلب العلم الطبيعي جدا سواء رحت للعالم أو سمعته على اليوتيوب هو بيفسر القرآن طيب إزاي أقدر أرضي أهلي وأنا دايما قراراتي بتكون عكسهم عندي حلقة في حائر السنة دي إن شاء الله بدعوا حضراتكم تتفرجوا عليها في أسئلة في علاقتنا بالأهل وإمتى لما عايزين حاجة عكس اللي أنا عايزها يميلي كلامه يمشي وإيه مقدار يعني سلطة الأهل علي إن شاء الله تكون فيها يعني يعني خلاصة تريح بال كل حال أبويا بيغتاب ولما بنصحه بشكل لطيف بيزعقلي العلماء بيقولوا الأمر بالمعروف الذي يؤدي إلى منكر هو منكر لو أبويا بيشرب سجاير والسجاير حرام لو قلتني يا بابا السجاير حرام فزعقلي يبقى أمري بالمعروف منكر لأنه غضب علي أبويا طيب أعمل إيه أشوف المنكر واسكت نعم ليس سكوتك هو ترك للمنكر إنما سكوتك هو أحد الاختيارات التي أوصاك بها رسول الله إذا لم تستطع صلى الله عليه وسلم إذا لم تستطع تغيير بالإيد وده مش من حقك تاخد السجارة من بوء أبوك وترميها وتقول له حرام لا لا ينفعش والنصيحة بتغضب الأب ورضى الأب أهم من نصحته بلسانه مش هقدر قال فإن لم يستطع فبقلبه فأنا بقلبي بقول يا رب يعني يا رب حبيبي كلهم أهلي والأولادي والأصحابي خلصهم من هذه العادة السيئة وهذا الذنب مثلا السجائر أو الغيبة أدعي وماشتركش في الغلطة دي وخلاص فصاحب السؤال أو يا أختي الكريمة إزاي يعني أعمل للم أبويا يغتاب أصمت يعني أسكت أو أسكتي ودعي له إن ربنا يخلصوا من هذا الذنب الله ما جزاء في الدنيا والأخرة اللي يدخل بيوت الناس بيتظاهر إنه عايز يتجوز لكن بعد كده إنه اكتشف إن الغرض باطل وبيتلاعب بالقلوب جزاءه إنه مخادع والخداع أحد أكبر الشروخ في الإيمان الشخص اللي بيخادع هو أحد الناس اللي إيمانه مدخول جدا مدخول يعني نقص جدا جدا لأن المؤمن تعريف كلمة الإيمان يعني الظاهر زي الباطن اللي جوه زي اللي برة عشان كده ربنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كثير من الناس ظاهروا غير باطن وده خلال كبير جدا في الإيمان فاللي بيعمل كده ده حسابه شديد عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا لما حد يخدع المؤمنين ربنا يكون معاهم شوف ربك يقول يخادعون الله والذين آمن وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون عمره بيعد بيفتكر نفسه جامد وبيخدع الناس والحقيقة أن عمره بيتسرق من تحت رجله وهو مخادع فده يعني ويروح عند ربنا وربنا ينجينا ويسترها علينا هل عدم المسامحة مرت في القلب؟ لا في بعض الأوقات الإنسان بيبقى الغلط اللي حصل فيه أكبر من سعته في التسامح عشان كده ربنا أجاز أخذ الحق وبدعوكم للفرجة على الحلقة دي برضو في حائر الرابط تتكلم على كيفية التعامل مع إيذاء الناس إن شاء الله تعجبكم جدا فيها إجابة حلوة جدا على المضادة لكن عموما سريعا لا فيه أذية بتبقى أوسعة من قدرة الإنسان على التسامح يعمل إيه؟ اتفرجوا على الحلقة لأن فيها تفصيل محتاج وقت شوية ما أقدرش أقوله دلوقتي في الديئتين ثلاثة دول الله كيف أفرق بين إمهال ربنا لي وبين رضاها عني إذا ارتكبت الذنوب واستغفرت لا أشعر في نفسي بصدق العبودية والاستغفار حوالي شايفيني إنسان كويس هو أنا لما أغلط هل ربنا بيمهلني عشان هيخدني مرة واحدة ولا ربنا يرضي عني لما أنا توبت مدام توبت يبقى ربنا أراد أنه يسمحك لأن الإنسان يتوب بعد أن يأذن له الله أنت لو قلت أنا ما كانش حقتي عملتك تحقك علي يا رب هو اللي وثأك للمشهد ده قال سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا اللام دي بيسموها لام الصيرورة يعني لما تاب عليهم صارت أحوالهم أحوال التائبين فهو تاب عليهم فتابه فأنت لو بتوب يبقى ربنا مسامحك ووفقك لهذه التوبة فلا مش إمهال ولا حاجة إنما دردة من ربنا طب لو الناس شايفك عظيم وأنت عارف أن حالك مش حلو سيدنا أبو بكر الصديق لما كانت ناس تعد تمدح فيه كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ربه أنت عارف مني حاجات هما ما يعرفوه سامحني عليه فيعني ستر من ربنا فأحمد ربنا على هذا الستر لو جاني هاجس الشك يعتبر كفر إطلاقا ساعات الإنسان بيشك عقدته بيكون فيها شك معين فيبدأ يسأل المتخصصين والعلماء فيردوله على شكوك دي فتنقلب إيمانه ليقين بل بالعكس ساعات الشك ده ببداية يقين فمن قدرش نقول عليه كفر أبدا أبدا في حد بيقول سؤال أختم به خلي السؤال ده بكرة عشان طولنا عشان تلحق تتصحروا بالسؤال حلو جدا بكرة إن شاء الله تكلم على أنا ليه ربنا جابني للدنيا مش كان خلاني عدم بالسؤال حلو جدا بكرة جاوبوا إن شاء الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كانت خاطرة الفجر نشوفكم إن شاء الله كل يوم في خاطرة الفجر بتنسوش تفرجوا على حائر على أون إيه واستنى أسئلتكم وارد عليها إن شاء الله يلا السلام عليكم أسبوع على خير بسم الله